قوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة قوله عليه الصلاة والسلام على الحق الحق هو ما جاء به الشرع وهو دين الإسلام ولذا من زعم بأنه من أفراد الطائفة المنصورة فإن زعمه لا يلتفت إليه حتى يعرض على فعله فينظر في هذا الفعل هل هذا الفعل موافق لأصول الإسلام ومبادئ الدين فإن كان كذلك فيكون قوله مقبولة إذ ليست الأوصاف تلحق بالدعاوي وإنما ينظر فيها إلى الأفعال وقوله عليه الصلاة والسلام على الحق هذه فيها تبشير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الطائفة المحتاجة إلى التأنيس في آخر الزمان فإنه أتى بالحرف على وعلى يدل على الاستعلام فهذه تبشير لهم وإشارة إلى أنهم سيفوقون ويعلون غيرهم بتمسكهم في الحق ولذا قال ابن القيم رحمه والله قال إن الله عز وجل إذا ذكر أهل الحق أتى بحرف على الذي يدل على العلو وإذا ذكر أهل الباطل أتى بحرف فيه الذي يدل على الإنغماس والاستغراق في الباطل فقال عز وجل عن أهل الحق أولئك على هدى من ربهم وقال عز وجل عن أهل الباطل أولئك في ضلال مبين ولم يقل على ضلال مبين ولذا جمع بينهما عز وجل في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى هؤلاء هم أهل الحق أو في ضلال مبين وهؤلاء هم أهل الباطل وتفيد كلمة على الحق أيضا أن هذه الأمة لن تعلو إلا بالحق وسبيل العلو هو الجهاد في سبيل الله وهو إعلاء كلمة الله عز وجل ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم